5, 4, 3, 2, 1, 0 انطلق لأول مرة فريق من رواد فضاء كله من القطاع الخاص إلى محطة الفضاء الدولية في رحلة أشاد بها المسؤولون التنفيذيون في الصناعة وإدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا باعتبارها علامة فارقة في تسويق رحلات المدار الأرضي المنخفض الفريق المكون من أربعة رجال والذي اختارته شركة أكسيوم سبيس التي مقرها هيوستن انطلق على متن مركبة يحملها صاروخ تابع لشركة سبيس إكس لبدء أولى رحلاتها في مجال الفضاء وعلوم المدار من مركز كيندي للفضاء التابع للناسا بولاية فلوريدا وقال رئيس ناسا بيل نيلسون قبل الرحلة إنها تنقل الأعمال التجارية من على وجه الأرض إلى الفضاء مضيفا أن هذا التحول سيتيح لناسا تركيزها بشكل أكبر على إعادة البشر إلى القمر وإلى المريخ وغير ذلك من أجل استكشاف الفضاء الصحيق وإذا صارت الأمور بسلاسة فإن الرباع سيصل بعد 28 ساعة إلى محطة الفضاء حين سترس كابسولة كرو دراجون التي توفرها سبيس إكس في المحطة على بعد حوالي 400 كيلو متر من كوكب الأرض ويحمل ما يسمى بفريق اي اكس واحد معدات وإمدادات من أجل 26 تجربة علمية وتكنولوجية سيتم إجراؤها قبل العودة إلى الأرض بعد عشرة أيام سيتم إجراؤها قبل العودة إلى محطة الفضاء